التقل فريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية حيث نقل الفريق أول عبد المجيد سقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح سيسي لرجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية مؤكدا ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار خطة اللقاءة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة على الارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ليكونوا دائماً في أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم بالإضافة إلى مشاركتهم في دعم المجتمع المدني وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة ونقل الفريق أول عبد المجيد سكر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية مؤكداً على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مضيفاً أن القوات المسلحة هي درع الشعب المصري الواقي وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساسة بقدسية الوطن وسلامة أراضيه مشدداً على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لجميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائماً في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي وفي سياق متصل قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية داخل القوات البحرية استمع خلالها لشرح من الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية عن الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً والوحدات التي يتم تصنيعها بالإمكانيات الذاتية في الترسانة البحرية وبأياد مصرية وتعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات وقدرات القوات البحرية وتسهم في تحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر